كده نحس من تهارب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معنا مين على التليفون؟ أعتقد عندنا تليفون لفهد الأنصاري لعب القادسية الكويتي وزميل كابتن كهربان لما كان موجود في الصعودية نقول ألوب أنت المرة دي ألوب أهلاً يقول كهارب أهلاً سهلاً وحشني أنت تحكت لي أول ما عرفتهم على التليفون أهلاً وحشني والله سنتين 24 سنة مع بعض تتمر الشاشة يا حبيبي يا بلتعرف يا بلتعارب ويعني اللقاء تجيء في إيه الأول كابتن معي رمضي معك إنت والله اللقاء في إيه حبيبي حبيبة كابتن فهد منورنا في قناة النادي الآلي في البيت الكبير وذكريات جميلة مع كهرباء كهرباء أدى أوقات جميلة جداً جداً في التحاد جدة السعودي وإنت كنت من زميله وقدته ذكريات جميلة عايزين نعرف كواليس يعني برضو كهرباء بلاش برضو بلاش أفاد كواليس إيجابية كواليس إيجابية لو سمعت كواليس إيجابية لا كهرباء وأول شيء لا على المستقل فهد يمكن عادنا نهو سنتين ممكن هو جيف نفس الهو لعب كويت محترف جيف السعودية بس هو كان طبعاً عارف الأجواء وكان عارف لعبة كتير هناك يمكن أنا وهو دايماً يعني السنتين خدنا بيت مع بعض يعني بيت وبيت وكانت معنا واحد تاني برضو عمر دحام ده برضو سعودي بس برضو ده سعيدنا كتير إحنا التلاتة بس كهرباء عنده مشكلة واحدة عنده مشكلة بالسيارة ما يعرفش السوق لحد الواتف أحكينا رب تنفادي قولنا أنت الموقف الموقف إحنا خارجين بسيارتنا كهرباء سيارتها في النادي قلت له كهرباء ما تجيب السيارة في البيت يعني أركيناها في البيت يمكن تحتاج تروح مكان في الليل ولا حاك قال لي خلص أنا يعني إحنا قدامه هو ورائنا يمتشي معاه هلو؟ خبطني خبطني خبطنا إحنا إحنا أصحابه خبط ماشي ورائك وبيقول لكم أنا ورائك وراح خبطكم من ورائك خبطنا وبعد بعد ما خبطنا يعني هو بمشي أنه هو المصاب هو اللي خبطنا هو المصاب أنا أصلا أنا أصلا أنا هو عربية وأنا عربية فالخارجين من نادي فمرواحين ورا بعض فكان عمار ركي بجنبه فانا قلت العمار تعالى مع إركب جنبي وشانا برده أنا لسه ما عاش قال لي لا لا أنا همشي مع فهن بلسه الطرق غريبة عليك لسه ما تعودتش عن طرق بس أنا فأنا ماشي وراه مع شان كده فأنا ماشي وراه فهو فرم رح دخلت فيه فأنا دخلت فيه رح لجحته وراه وكده ده كانت خفيفة بس أنا عمسرت يعني بس أنا لغم على عشان هما ينزلوا من أولها من أولها كده فمن ساعتها يعني يمكن إحنا الثلاثة عادنا مع بعض بس إحنا عطينا 24 ساعة مع بعض عشان كده متابع كابتن فهد متابع كهرباء في الأهلي والله يعني أنا كهرباء من قبل ما يجي يمكن هو عارف معلومة دي أنا كنت متابع من أيام الزمان قبل ما يجي الاتحاد ونالعب يمكن فأد الأنصار يعني من الحين سبت تغير يعني مع النزم الكاوي لكن لما يلعب كهرباء خلاص العطفة مع كهرباء وين ما يكون يمكن فأد الأنصار يمكن يعني من أحسن دفندرات طبعا في أسيا والخليج يعني ولعب محترف محترف يعني من شخصية كويسة ومحترم جدا ونضيف يمكن من يعني أنا دايما كنت بقول له يعني دايما في لعبة الكورية بتيجي بعد ما تخلص كورية بتبقى تلاقي اثنين تلاتة أصدقائك لكن مش كتير يعني عارف يعني كابتن هاني عارف يمكن فهد من يعني الأصدقاء اللي فعلا الواحد مبسوط إن هو يفضل طل العمر يعني يمكن أخي لي محتفظ بي دايما لأ أخي يعني شخصية محترمة ونضيف ويمكن كابتن هاني يمكن هابي ميزة كهرباء سعي يعني نتما تقول صاحب صاحب ومع الاتحاج في السعودية سنتين ما أذكر أنه في سبوع يعني بطل يكلم صاحبه من مصر سواء لاعبين متخب العبين الزمالك أو حتى اللاعبين أهلي من قبل لا يروح الآن كان دايما متواصل مع الجميل يعني حتى احنا كنا أعيش معاه في مشكلة أقول يعني يعني بطل تليفون شوية كان دايما متواصل دايما يحب يطمن يحب يسأل فعلا هذه ميزة حلوة من كهرباء لا مميزات كتيرة جدا في كهرباء حتى برا الجانب الفني جانب الفني لا غبار عليه كهرباء ما بيكون بلغة الكرة فايق بيطلع لنا بيطلع لنا حاجات كويسة أعصابة مضبوطة الأيام دي كابتن هان أشوف كهرباء الأعصابة مضبوطة في المباريات السنة دي لا وإن شاء الله هتبقى مضبوطة بطول بإذن الله دوعد 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 في الندي الأهلي السستم واحد خلاص حبيب يا فهد أحنا تشرفنا بيضا حبيب ربنا خليك شكرا لك يا فهد شكرا لك نورتنا في بيت النادي الأهلي ذكرات جميلة ذكرات جميلة جدا